نروح بقى لموضوع في منتهى الأهمية يوم الاتنين اللي فات كان 13 يناير ماتش طبعاً الزمالك مع مازنبي كان مقرر له يوم 25 يناير أنا طلعت 13 يناير قلت إيه؟ هل يوم 25 يناير الأمن سيسمح بحضور جماهيري؟ وخلي بالك كمان مرة هذه المباراة مهمة جداً لنادي الزمالك مازنبي خلاص طار وطلع لكن لو لط الزمالك لقدر الله في أي حاجة هيتعقد موقف الزمالك اختيار يوم 25 يناير لم يكن هو الاختيار الأكثر توفيقاً طبعاً تعرفين بيبقى فيه ثلاثة أيام بتختار يوم الثلاثة ربما اختيار 25 يناير من جانب الزمالك عشان ياخدوا بالهم من الفروقات الخاصة بالدورة وارد لكن يوم 25 يناير ده معناه أن حضرتك بنسبة 99% إذا تلعب هيتلعب بر مصر خالص بر القاهرة يعني وبدون جمهور والزمالك يحتاج بشدة بشدة إلى الجماهير طبعاً هنا الزمالك كان مختار يلعب في القاهرة بكرة هيبقى فاضل 10 تيام على المباراة ولا تستطيع أن أنت تغير ملعب المباراة لو عدينا العشر تيام يعني لو 9 تيام بتقرش تغير خلاص لو 8 تيام من باب أولو بتقرش تغير فالقاهرة اللي أنت اخترتها يا زمالك هتبقى بدون جمهور ده مؤكد إلحق بكرة إذا كنتوش أخدين بالك وأنا بسحصحكم أهو وبعد غير الملعب ما تكررش مباراة بطل السنغال لما حصلوا الحكاية والرواية وأصروا أن هم يلعبوا على الملعب اللي أنتو كنتم مختارين به اتحاد الإفريق وراح نادي الزمالك وقال لك منسحب الفرقة الثانية وبعد الرجوع الثاني عدو المباراة وشغلانة طويلة عريض طيب هي شغلانة بالفعل طويلة عريض يوميها إحنا حصل اتصال ما بين زي منا محمد القاضي والمستشار المرتضى منصور قال له أنه اتفق مع الأمن أنه هيلعب يوم 26 يناير في استاد القاهرة بـ 15 ألف متفارق خلاص لما أنا جيت مبارح للامتابعني كويس قوي قبل ما أطلع الهواء عملت اتصالاتي بمسؤولين كبار في الاتحاد الإفريقي علمت أنه لم يحدث أي تعديل على الإطلاق في موعد مباراة الزمالك وأن هي يوم 25 يناير زي ما هي والأهلي قابلها بيوم اللي هو 24 يناير هيلعب النادي الأهلي مع النجم الساحل طلعت قلت الكلام ده مبارح ونبهت بقوة طبعا خلاص العشرة كم تكسروا النهاردة المفاجأة الجديدة وفقا للكلام اللي احنا قلناه بفضل الله وعشكاة دايما بقول لكم بفضل الله هذا البرنامج في هذه القناة المحترمة ما بنتكلمش أخبار وخلاص احنا مش بغبغانات بنيجي نطلع نطلع شوية ورق من المواقع وشوية أفكار خاصة بكذا أو بكذا لا احنا بنبحث في القضايا وبنحاول نحلها قد ما نقدر وبنطرحها على هاول المسؤولين النهاردة تدارك الجميع الموقف النهاردة بس نهاردة بس واصبح الموقف كالتالي يوم 25 يناير مفيش ماتشات والماتش بتاع نادي الزمالك اللي هو يوم 25 يناير مع مازنبي بقى يوم 24 يناير بدل مباراة النادي الاهلي اللي هيلعبها يوم 24 يناير مع النجم الساحلي يبقى اذا الزمالك بدل ما هيلعب يوم 25 هيلعب يوم 24 طب الاهلي هيلعب امتى هيلعب يوم 26 يبقى الوضع الاخير يوم 24 يناير الزمالك مع مازنبي الكنغولي ويوم 26 يناير الاهلي مع النجم الساحلي وإحنا بنبقى سوعداء اللي احنا قلناه حرك الامور ما انت عايز تحرك اي موضوع لازم تتضغط اعلاميا لانه الناس مريحة مريحة ولا حد عمل حاجة اطلاق اطلاق لولا الحاملة بفضل الله اللي عملناها هنا في مساء الانوار مبارح واول مبارح ما كانتش الناس صح صحت وهم قالوا لي هذا الكلام بفضل الله يعني فكانت النتيجة النهاردة انه الامور اترتبت على الوضع ده ده يودينا المشهد تاني وقضية اخرى انا كنت كلمت فيه موضوع الماتش بتاع الاهلي والزمالك سوبر ثم الاهلي والزمالك دوري عشرين واربعة وعشرين فبراي لو بصينا للمباريات الخاصة بالنادي الاهلي النادي الاهلي طبعا اما هي لعب يوم ستة وعشرين يناير كان عنده مباراة مع نادي ام بي يوم سبعة وعشرين يناير طبعا ما ينفعش يلعبها لان انت لو بصيت المباريات المتبقية للنادي الاهلي هتجد الاهلي لعب النهاردة اللي هو مع طنطم ناش دعوة خلاص ومع الماتش الجايه من تسعتاشر يناير مع المقاونون العرب يوم ستة وعشرين يناير خلاص بقى مع النجم السحل يوم ستة وعشرين خلاص وبعدين كان يوم سبعة وعشرين يناير مع ام بي هنا هنقف حتة صغيرة كده مش هينفع يبقى هو هيلعب مع النجم السحل يوم ستة وعشرين وهنط ماتش انبي دا ونروح للهلال السوداني في الهلال هناك في سودان يوم واحد فبراير وبعدين ستة فبراير بقى مع بيراملز وعشر فبراير مع طلاق الجيش واربعتاش فبراير مع المصري ثم عشرين فبراير السوبر حلو الكلام وبعدين هم كاتبين في الجدول هنا الزمالك والقالي في الدورة اربعة وعشرين فبراير طب ثانية واحدة بقى تعالي يا حمد اعلن Eliyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy مباراة الاهلي وزمالك في نهاية الدور الاول في نهاية الدور الاول حلو الكلام طب الاهلي ومبي بتاعت 27 يناير اللي مش هينفع تتلعب عشان الاهلي اصبح عنده مباراة في دوري ابطال افريقيا يوم 26 يناير مع النجمس حالي هتروح فين ملهاش اي مكان لان انا راستطلقكم كل المعايد ملهاش اي مكان قبل نهاية الدور الاول اذا لابد من ارجاءها بعد نهاية الدور الاول طب هل ينفع هل ينفع ان انت قلت ان الاهلي مع الزمالك في نهاية الدور الاول وتاخد ماتش من الدور الاول اللي هو الاهلي مع انبي تحطه بقى فوسة الجدول في الدور التاني ونرجع للصداع بتاع زمان ومش لعب غير لما الاهلي يلعب ومش لعب غير لما مباراة وتنتهي اذا بالامر وانا بقول اي حاجة تانية هتعملوها تبقى غلط هتبقى غلط كبير جد بالامر انت اعلنت بخطابات رسمية ان الاهلي مع الزمالك في الدول العام في نهاية الدور الاول اذا عليك ان انت تخلص كل ما تشك عشان تلعب الاهلي مع الزمالك في نهاية الدور الاول عندك معض Aujourdية ان الاهلي مع MP لازم يتلعب قبل الاهلي مع الزمالك هيخش بالامر في الحتة دي وبالتالي سيتحقق المطلوب والمرغوب اللي احنا طالبنا به انه ما ينفعش عشرين واربعة وعشرين اهلي مع زمالك ماتشين واربعة دفتالة اربعة ايام ما ينفعش على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق فبفضل الله هي ترتبت كده ومشت كده وللمصلحة هي هتبقى كده ونحن لمنتظرون الاستاذ حسام صديقنا العزيز رئيس او مدير لجنة المسابقات هيعمل لنا ايه حسام الزناتي هيعمل لنا ايه اوعى يا كابتن حسام تدخل مباراة من الدور الاول اللي هي الاهل وامبي تحطها لي فوسط جدوى للدور التاني غير مقبول انت راجل ماشي بسيستم بقى وعالترفول اللي ما بيننا اصلا لازم تيكي تبقى توكا وبيكي يبقى بوكو وكده يعني خلص احنا هنمشي تيكي مع تيكي وبوكو مع بوكو اذا الاهل وامبي قبل الاهل والزمالك الاهل والزمالك نهاية الدور الاول تمام تمام طيب